السلام عليكم كانت منا تكونوا كلكم بخير وعلى خير مرحبا بكم معايا في فيديو جديد هناك كما كتشوفو جيت هنا جيت نشارك معكم حالة الخشخش بحبوبة الجماهير دايرة ججة حاليا وكتجي لدي داوع لها طلبية كتيرة بالنسبة اللي بغى يديرها كم شروع صغير من المنزل دياله المهم هنا غادي نهضر معكم على حالة خشخش وغادي نشارك معكم المقادير ديالها وغادي نهضر لكم على شحال ديال الربح فيها تابعوا الفيديو حتى الاخير هناك كما كتشوفو اول حاجة جبتها جبت هناك الكونافة اللي ممتوجهش عنده يقدر يعوضها بالشعرية الباكستانية وان هي هاد حالة خشخش كتدر بالشعرية الباكستانية وان شوية كتقم هي غالية كونافة كتقم رخيصة بالنسبة اللي بغى يديرها كم شروع يدير كونافة احسن كتقم شوية الخيصة وكتجي كتيره على الشعرية الباكستانية صفي هنايا غا نمشي على هات طريقة حتى غا نقطعها ماشي بزا فغي شوية وصفي حتى ما زال غا ندخل على الفران فاش غا نخرج عن الفران غادي تقرمل وتبدأ تفرست الرأسها صفي هنايا غادي نمشي على هات طريقة هدي حتى نفرستها كاملة وغادي ندخلها للفران بالنسبة للفران اللي عندها الفران ديال البوطة غا تشعل عليه غا من الفوق غا تخشيها من التحت وغا تبقى تحمر من الفوق وغا تحيدها وتحركها وتحاود تخشيها واني غسكي تقابلي هتقابلي الفران ضروري حي تضغية قد تتحمر تقريبا خمسة دقيقة لها ضغية ضغية واللي عندها الفران ديال البوطة غا تخشيها من الوسط وغا تشعلها من الفوق والتحت ولا ينخسكي تقلسي حدا غا لاناورها ضغية قد تتحمر فرمشي تعين غادي تتحمر لك صفي هنايا كيما كتشوفو غا نستمر بالتقطع ديالها وغا نسخي الفران وغا نديرها في الفران ضغية ضغية واحد خمسة دقيقة وهي اول حاجة وغا نخليها تبدأ تبرد باش غادي ندوس نحضر معاكم الكريمة هنايا كيما كتشوفو بقى الثالثة اللي ديال الفيديو غادي نحضر لكم على شحال باش تقام عليها كل شي وشحال ديال الربح غا يكون فيها بطبيعة حال ما غاديش نبيعها بالنسبة للاخوات اللي غادي يبيعوها يديروها كم شروع غادي نقول لهم شحال بليدي طي شحال خسرت فيها واللي بغا تتبيعها شحال ديال الربح فيها تبارك الله ما شاء الله فيها الربح كتير ما شاء الله وفيها اجتمره كيما كتشوفو صفي هنايا كيما كتشوفو عاية الكونف هذه اللي بعد ما خرجتها من الفرر رهت غيط تحضرتها ايايا كي كتجي خاصة تكون غيط مذهبة وصفي هنايا نحضر الكريمة هنايا اول حاجة غادي نحتاج نص سترو ديال الحليب جوج ديال فلو كاراميل وغادي نحتاج كريم باتيسير بالنسبة للك الكارتونة ديال كريم باتيسير غادي رغي سبعة درهم وغا رخيصة هنحتاج منها فقط جوج ديال المعالق وغاية بقاليدك الباكير من شاء الله ركتدير الخير والبركة ركتدوز عندك مودة صفي هنايا غادي نحتاج جوج معالق ديال السكر سانيدة وغادي ندير فيهم دوك جوج فلو كاراميل وغادي ندير جوج معالق كبار ديال الكريم باتيسير عفوان تم درس ثلاثة ديال سكر سانيدة فقط غادي ندير سكر سانيدة غايف الكريم باتيسير بعد ما بقاش نعود نستعملها حس ما زال غادي ندير الكريم فخاش كتكون حلوة زائد نيس لي كيكون حلو صفي هنايا غادي نزيد ندير الكريم باتيسير غادي ندير جوج معالق كبار وغادي نحركهم زير مع داك الحليب وغادي نديرهم على حفية مهيلة حتى يتعقد لي الكريمة صفي هنايا غادي نديرها على حفية مهيلة صفي هنايا بعد ما عققت لي الكريمة هنايا غادي نغطيها ببلاستيكا وغادي نخشيها في تلاجة برد ليم زيان بلاستيكا فاش نغطيها بها غادي نحطها على سطح ديال الكريمة باش ما تدي ليش دارو وورا تحطها بحلقة بش ما تدي ليش ديك القشرة من الفوق هنايا الكريمة التانية غادي نحتاج لها نص ليتر ديال الكريمة السائلة وغادي نحتاج واحد بيرلي ونص علبة ديال نيس لي كراميل وربعة ديال فرماجات هنايا غادي ندير نص ليتر ديال الكريمة السائلة غادي نطربها مزيان حتى تعقد لي مزيان و هدي نضيف لي هات لسة دي الفرماجات و واحد بلان بطبيعة الحل الى ما كانتوا متوجذين تكون بلان باشي مشكلة فقد اعتها بنا احسن الدنيا بلان منع ذلك الدين crad فقط. او ليلة درتو بيرلي. بلا ما ديرو فيها الفرماج. هنا يا غادي ندير دو كربعة دي الفرماجات. وغادي ندير علبة من ياغورت بيرلي طبيعي. وغادي ندير واحد نصف علبة ديالنسلي كراميل. بالنسبة لي ما كيبغيش الحلوة بزاف. يدير هكا غيش يجوش معلقة ديالنسلي كراميل. باش عندكم بديروها كاملة. حتى تجيكم حلوة بزاف. ورا تقدرو متقدروش تكلوها بديك قوة الحلوة. ورا هكا درت ثلاثة دلمع القبار. وجيتني حلوة بز هنا يا غادي نطرب مزيان. تنشوف داك الفرماج بالليداب. ما بقاش كيبه النهائي ينفوزك الكريمة. صاف هنا كما كتشوفو بعد ما بردلي مزيان. داك الكريم باتيسير الفلو جميد. هنا غادي نطربو مزيان. باش ما يبقاليش مكبب. ما يبقاليش مدير ليدو كما كتشوفو مكتل. كما كنقولو. هنطربو مزيان. وغادي نخلطو مع الكريمة. الأخرة اللي ديجا درت بالكريمة fraiche. وسبميتو. وميسلي карامل. ولياغورت WNY or the ولهورم zod Cert.ノ كما ترى سوف نخلطهم جيدا و سوف نقوم بتحضير كنافة هنا اخترت نوع البيسكويت الرخيصة اخذت هذه البيسكويت بثمانية دراهم فيها ثلاثة ديال العلب هنا كل طويصة درت فيها ستة ديال الطريفات ديال البيسكويت الرخيص هكا درت فيها ستة ديال الطريفات و درت معلقة كبيرة ديال الكريمة و غد ندير شوية ديال الكونافة و غنعود نغطس ثلاثة اخرين في الحليب و غد نديرهم و نعود الكريم و نخليها هلش مادرتش حالا خاش خاش عاود انا هكوان هلش مادرتش كونافة عبتني فتالي من فوق حتى الاخر لا حيث فاش غنخشيوها فتلاجة و غنسدو عليها تك نده غد يرجع عليها و غد يتدبال غد نخشيها هكا فتلاجة حتى نبغي انني نستعملها حيث غد ندير من فوق منها كونافة الطبقة التالية و غنزينها باش بغي تنزينها سوف نمشي على هالطريقة هادي حتى غد نكمل قاعة قاعة الدكتويسات اللي قاعة عندي طريقة ليه ساهلة و ضغية ضغية تقريبا من فرمشتعين كتوجد و بلا تاميرا و بلا ما تسخين معنك بلا ما تروني كوزينتك بلا والو وبنسبة كيما كتكون اللي بغد ديرو كام شروع راح مربح مهم نبدو بالترتيب حتى في الكريمة ديال الكريم فخيش حتى جيت الكريم فخيش ب13 درهم نصيت رو ب13 درهم قطقا وحتاجت معها نص علبة ديال نيسلي كاراميل ب8 درهم علبة كتكون ب16 درهم نص علبة ب8 درهم وحتاجت ربعة ديال الفرماجات بربعة ديال الدرهم ومعها واحد الياغورت بيرلي بجوج درهم وحتاجت عاوثاني في الكريم مالخورة احتاجت جوج فلون كاراميل بربعة ديال الدرهم وحتاجت الجوج مع الكبار ديال الكريم باتيسير نقول له احنا كناخده باكية بسبعة ديال الدرهم نقول له احنا قاعدة جوج مع الكبار بجوج درهم وحتاجت هذا المقادير كلها دركلي 16 للطويسة ديال حاله خاش خاش فاذا تدربwww conservation لقيت 16 ديال الطاصة تقمت عليها ب 14 درهم و كنت أخذت 25 كيلو درهم لذلك أحتاجت 200 كرام ب 10 درهم و هذا البيسكوي ب 8 درهم هذا الشيء اللي أحتاجت هنا المجموع فاش حسبت لقيت أنه 60 أو 62 درهم ما يمسينا و لكنه 60 درهم و فاش نجيو أنا نبيعوهم كنبيعو على حسب كل بلد و اش حال باش كتبي بعدها كنشوهم كيحطو في الانترنت كلي كتحط ب 12 درهم كلي كتحطوهم 15 درهم كلي كتحطوهم 10 درهم 8 درهم و احنا هنديروهم 10 ديال الدرهم غادي نضربو 10 ديال الدرهم في 16 الوحدة هي غادي جيناه 160 درهم بحلا قلتو في 16 الحبة غادي تربحي 100 درهم ديال الربح ديالك و 16 الحبة انك تدريغي 16 الحبة في النهار را عند كمية درهم ديال الربح راها الخير و البركة ما شاء الله و انتي بطبيعة الحال اللي درتي معا شي حد انك تبيعو له را تقايت بيعو له حتى ل 30 حبة في النهار 30 حبة في النهار را تجيبك 200 درهم في النهار را تبارك الله ما شاء الله راها مشروع اللي هو مربح و ضغية كيوجد ما تدري شغلك وتسالي وتنوضي توجيدي وتتفعل كوموند ديالك مهم هناك كما قلت لكم 16 الحبة تتقن ب160 درهم سفي المهم هناك كما تشوفوا بعد الماء ساليتهم بها الطريقة هذي ندير طبقات ديال البيسكوية طبقات ديال الكريمة طبقات البيسكوية طبقات الكريمة هناك ندخلهم هناك لتلاجة ما عندهم جدا على الكنافة ندخلهم تلاجة تيبرد لي مزيين وتشتلك الكريمة راسها مزيين مزيين بعدها نرجع ندير الكنافة ومزينهم باش بويتوا تزينهم كي بقى اختياري لكم طب هناك كما تشوف ديالك نحلهم وكن نمسح دوك الجنبات ضروري ما تمسحوهم من نسبة لاخوة اللي غادي بيع بطبيعة الحال ضروري الحاجة ستكون نقية ومتولة طب هناك نجيب الكنافة وندخلها من الفوق وتزين كي ما كلكم كي بقى اختياري غادي تزينوا باش ما بغيتوا انا افتلي درت شوية ديال الخطيطات بنيسلي كراميل وكان عندي شوية ديال صلصة الفارولة درتها حتيها من الفوق تقدروا ما تزينوا وشكا تخليوا غيكر كي يجي فيهم ندرزوين طب هنا نمشي على الطريقة هادي حتى نكملهم ان شاء الله بيدني الله كاملين رغض غيا ضغيا كتستربية تقريبا تزين ديال هاديك شي ما كي يديشتروا وبع ساعة ديال الوقت خصوصي اللي كان معك هكا العوين في الضرها من الاحسن مهم كي ما كتشوفو هنا يا درت شوية ديال هاكا شوية ديال شوية ديال شكولات ميلكة من الفوق درت بقى داك شي كي ما كلكم تزين اختياري ليكم مهم هنا يا كي ما كتشوفو هايا حالا المشاهير او حالا خاش خاش او الجدات بس تحول الحارة كتجي لديدة لديدة بزاف صراحة ما تشبعوش منها الكريمة كتجي فيها واحد المدق رائع رائع راكم لي ديجا جربها وكلها راهول لي هديك كاميرا كتجيزوينة بزاف نتمنى انكم تجربوها ونتمنى انكم كانت انها محتاجة بحال هذه المشاريع ديرها كام شروع راهم وربح را في الربح تماما ما يمكن ملعادة نعطيكم موعد جديد فيديو جديد ان شاء الله ونتمنى انهم يجبون